عرضت سوريا لوحة مرسومة بالفوسيفوساء يعود تاريخها إلى القرن الخامس ميلادي في متحف دمشق الوطني وذلك بعد سنوات من عرضها في متحف موريال للفنون الجميلة ويعتقد أن لوحة الفوسيفوساء والتي اكتشفت في منطقة تقع بين مدينتي إدلب وحمى جزء من أرضية كنيسة قديمة وقال نظير عواد نائب مدير الأثر والمتاحف أن لوحة مهمة لجهة المواضيع المعروضة في هذه اللوحة وكذلك لجهة العمل الفني الموجود فيها وهو يتعلق ببعض المتعبدين وانتهائهم بالجنة التي وعدوا بها هي لوحة مهمة لجهة المواضيع المعروضة في هذه اللوحة لجهة العمل الفني الموجود في هذه اللوحة وأن في هذه اللوحة موضوع يتعلق ببعض المتعبدين وانتهائهم بالجنة التي وعد بها المتعبدين طبعا من الأخواننا المسيحيين مطحف مونتريال الفنون الجميلة هو من يتكفل بكل التكاليف اللازمة لأعادة الشحن وإيصالها إلى المطحف الوطني في دمشق وأعتقد أنهم قاموا بذلك بعد أن تلكوا لفترة طويلة من المراسلات التي قمنا كمؤسسة سوريا طبعا عن طريق وزارة الخارجية من يشاهد المواقع الأسرية المخربة والمدمرة والتي تعرض إلى الحفر غير شرعي غير قانوني وهي بمئات الهكتارات أحيانا الشيء يتوقع أن كم اللقاء الأسرية التي نهبت من بلادنا هي بمئات الألاف حقيقة وهي الصعوبة أنه لا يمكن غير مسجلة غير موسقة بالتالي يصعب إعادتها بالتالي فقدنا ونزفنا كثيرا من تراثنا الوطنية الذي هو ملك الإجال وملك للشعب السوري ترجمة نانسي قنقر